هذا يؤشر على أن التراكم السلبي للفشل الذي أصيبه به الإدارات الكتل السياسية التي أدارت العراق منذ 2003 ولغاية اليوم أن هناك حالة من حالات العزوف سواء في الترشح أو في عملية الذهاب إلى الانتخابات وهناك من السياسيين الذين ما زالوا يفكرونه كأنهم في 2006 أو 2010 أو 2014 للدورات الثلاثة السابقة الانتخابية وكأن المجتمع لن يتطور ولن يعي طبيعة فشلهم فذهبوا مبكرا في الدعاية الانتخابية بدءا من عمليات الاستحواذ على أصوات العشائر والمناطق وكذلك أيضا العمل على جذبهم من خلال عمليات الدفع أو من خلال عمليات الترضية وغير ذلك لكن هناك وعي لدى المجتمع حقيقة يعني ارتقى بشكل كبير جدا مما أعطى مؤشرات لعدم الرضوخ أو عدم الانصياع لسياسة الطائفية التي استخدمت أزاء العشائر وأزاء التجمعات المناطقية الموجودة حقيقة وهذا سيؤدي إلى هناك انقلاب في عملية النتائج للانتخابات كما حصل في 2010 أو 2014 وغيرها ولذلك نلاحظ نتأمل في الانتخابات القادمة في 12-5-2018 أن تأتي بنتائج لن نقل 100% ولا 50% حتى لو 20% عملية التغيير فيها يدلل على أن هناك عزوف لدى الشارع العراقي في انتخاب الوجوه المتكررة في الفشل أيضا ترجمة نانسي قنقر